هذا البرنامج برعاية ارز الشعلان من زمان احباب قصر الاواني جهتك الاولى للتسوي مطاعم ماريس التفرد بالطعم والمكان اطاعم 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 كيف حالك؟ أبو كريم رحياك الله الحلقة اليوم راح نستمر كل اسبوع من نفس التوقيت نفس الموضوع اللي هو سبق التناجر كل اسبوع راح نستضيف اثنين يمسكوا طبخة مو لازم يكونوا يعرفوا يطبخوا وعبر توجيه هكو كده بعدين تدعكم بين شوف مين افضل واحد ضبط طبخة مضبط تسلم والله انا اعتبني التفر مفرطة هذي في اللحظة لحظة انت حساسك ممتاز انت حساسك ممتاز لكن هو يعرف يطبخ الاكل لكن النفس والطعام نجرب يعمل امس باقتناجر بيني وبينك طيب ايش نطبخ مينو ربعنا عملين تببولة ايو امتاز هذا فو طحشا هي حلو انا تببولة لا استنى خلنا وفي داود باشا اما اسألنا عن داود باشا تقولي ايش اصله ايش ب اصله ايش بصله انا حاجة يوبك لا 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 ايش احضر اتاني اكله اي اتبخة اتبخة انا تكفى. يا أخوي داود ما عادبا. انت تعرف تطمخنت. الرجال ما امون عليه. داود مخانت. انا ما اتكلم. داود باشا اسم اكله. اي اصلاها تركي. اصلاها طورناها لبطناها. يعني صاد اكله معروفي. تدري يا ابو كريم؟ انا قد. يالله. انا بمسك داود باشا. يالله. انا بمسك داود باشا. ليه. لم حات التبولة. لا خلاص تبولة. يالله ابو كريم. بسم الله. شو اسمنا. اول شيء حتى نشغلكم ملبوض. نستفيد من خبراتكم. اول شيء قبل هذا داود باشا. ليش تسموه داود باشا. داود باشا هي اسمه. واحد اسمه داود. الباشاواط. الباشاواط والبكاواط. الاتراك. كذا اكل يفضل عنده. هي عبالة عن كور من اللحمة المتبلة. مع صلصة الطماطن والسنوبر. ويؤدى معها الرز. هذا باختصار. اما تفاصيلها بتركي لك. الجواب ما تراه. بسم الله. بسم الله. بسم الله شو. احمد. اول شيء. نحن نحكي عن اللحمة. هيا اللحمة. الذي يشتغل هو هو. نحطه بهذه الهراسة. ايوا ايوه هنا اهلا استاد 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 اعطيني انا اشتغل. يوه. ايوه. 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 وبس انا هذل. احد اضافة له اللحمة. هذا اللوز. اهه. مع اللحمة. مع اللحم. حلو. ايوه. حمدتين بالبصل الصغار. ايوه. هيدا انك ساعدني. هذا المصطب الاخردر نحطه معه نحطه كامل بعدين نحط الخاردة والان نحط ملح وفلفل ابيض هذا الفلفل ابيض هاي لحم ايش بقري او لا يكفي كده كده حلو ونحط الملح يكفي صب انا عشتريح لان يجي داري لا نعطيك ايه بس بس لان نهرسل مع بعض عطيني لا تدخل مكوناتها كلها مع بعض ماشي لان انت شرق التعامل باكدونيس ايه جاهز انا انا فرق لك باكدونيس ايوه بس باقي انك تضبطهم وتتنبلهم مع بعض بشرة بشرة ولا تساعد اسهيل بتكوير اللحن الا اول لا لا الان لان لما صاروا كتلة واحدة بنادت ندخلة نحطهم بهذا الطبقة ونجيب طبقتين ونكوّرهم بهذه الطريقة سهل ما أعرف ذا هو لكن أهم شيء بهذا الطبقة أن نعمل كور مستديرة وتشابهة بالحجم تشابه بالحجم نعم طب السينيات بكبيرة يمكن تسوي الكرة تصلى ناخد لنا جزء من هذه و ندور هون ممتعة بس هات 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 خلي خليك بالتبولة هات 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 ايوه وانت عبدالشتغلوا بهي دولة إذا نشيل حتى شوية أعطيك سهولة أو شجعة عندي نسخة من هيدا بحمرة وجاهزة بالإضافة هذا البصل المال تلك ما فيها كور بصل بس البصل مكورها بشد بلدها هي كور مضبوطة صح أوه ماشاء فنين شعب 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 مضاطة ها ياه رجل هاذ ما يقول يمسويها هذي اللي أنا وسويها أتحداك شو سباك الطناجر هذا سباك الطناجر طبعا ياقبر راح نستغيف أشخاص طبعا هوا الغور تختروا هاذي نسخة منها أنا مسويها مزوطها محميرها وللمعلومية ابو كريم ترصباك التناجر يعني ممكن اثنين من الجمهور يقولوا احنا نبغى نشارك اهلا وسهلا اهلا وسهلا يسعدنا ويفرحنا اخوي هذي ثنوي اه يا محمد بينك لو صويناه بالحجم هذي بغان نصبع نخلص بالحجم يكبرها نسويها كلنا واحدة وهادي كذلك كورة من البصل تقريبا شبه المتشابهة لكن شوية بالفرن لا تاخد نكتب الشوي اش دفنالها نلاحظ فلفل وقليل من الملح ورشة رذال من الزيت حتى ما تنشي رجف حمرناها ونحنطبق الصلصة انا ويك مع بعض يلا بسم الله الصلصة هذي ايشي عصير طماطم عصير طماطم ممتاز وش رايك نشيل هذا نوقف عن هذا هيا وصل الطريقة ايو وصل ايو وصل الطريقة للمشاهدين خلص يعني الرجاع زي ما كانت لا بهذا الادر راح نضيف بكل بساطة هذي الصلصة كلها نعم عصير طماطم مريم عصير قبل هيدا نضيف الفلفل ابيض وما يلزم من الملح هيا استاذ هليل خلاص هادا اي نعم هذي عشان اسهيل عشان هو يحفظ انا احاول اشبهها لا ايش هذي مثلا اه بيد نعام ياسلام اوكي حب من الله يا اخي حب من الله يا اخي ما يفهمني اللبنانيين واخترت هالله حييت هالله حي هذي ونحطه في الثلاجة استاذنا اي خلي عابل حدد ايه احضر الثلاجة الان هاي دون نستنى يبدأوا يلتعيش السوس والقابل نضيف الفلفل الابيض والملح الفلفل هذي أكبر انت يضيف الفلفل الابيض هذي حلو ها تشوف نعم بسم الله هذي على كيفك يكفي يكفي هيا شوف ماله بعض حلحل يبغي حلحل يبغي حلحل الطعام هاتده اه لان الان لح الملح اقمار رجاني اخي تركز عجز تاني اشوف انا اشوف انا انا رغم شغلة اعرفت على كيفة هذا كمان شوية قام يتناظب ايوه ما شاء الله عليك بالاضافة خليني انا عنك حرك وبدو ما تحول ما تحتك بالادر هذا اعظم والله اقوى تحدي هذا اضافة بالاضافة رح ناخد من هذا المعجون الابهارات او معجون مقريبا اضافة اما بالنسبة للثوم هذا موضوع اختياري في ناس بتحب الثوم طبعا يا ابو كريم احنا ما ننسى انه الثوم اكل لذيذ لكن الواحد يعني يحرص يأكله في نقطة اللي ميروح فيه للمسجد نعم او انه اذا اكله يأكل 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 مطبوخ على الاقل او مطبوخ او يأكل بعده بقدوني نعم نعم ما شاء الله عليك معلوماتك الاذائية يعني ما شاء الله عشرة على عشرة سأجي التطبيق انسى احيانا انا جاهز ترى احد وشاء الله اذا نجحت بالفرم البصل يعني انك طبخ محترف لان عملية الفرم هادي اذا توقف عليها رأي كبار الطبخي بالجيش تهيد اعطيك شوه يدبق دونيس مش بصل خلي البصل بس ما تقطع ايدك لازم تكون حريص طيب سأل انت مسك وانا بقضح انا اعجب لك السكين اعجب لك السكين اعجب لك البيئدونيس ابو خريب تي حاج لذا حطيتها اسم انجليزي اوه ايوه اذا اذا ما نفرم لا 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 يغلي بيدو انا ازعل نجا نزيب السكين هاد هادي هاد حاجة هاي احجب بهايد المرحلة نحنا اشرح نضيف الان اللح ضيف اللحمة يعني عطول بالنسبة اذا كنت عبتقلي بمقلي مقلة البطاطة اي شي من الافضل انه تكون مسكة المقرى اذا كان قريبا تكون ناحية بطن لحتى واحد ماش ما يتعركش فيها اما بتقلب شي ما تقلب ولا ناحيتك عشان ما يضبع رداد الاكل والتناثر عليك والله فائدة طيبة حلو نحركك شوية هذي تكون بالفرن هذي تكون بالفرن ايوه لا تتخمر بحاجة ل 12 دقية 10-12 دقية اضيف البصل يا ابو كريم نعم اضيف البصل من بعد ما تبدأ الغلايان مع اللحم اضيف البصل ان البصل شبه مش شوي كامل كذلك اللحم طبعا عزالي مشاهدين طبعا احنا قاعدين نسأل ابو كريم الان لكن في وقت سباق الطناجر لا نبغاك انت لنقول اليوم جايبنا طبخة بصراحة معاك يعني صعبة واحنا رح نطيكهم طبخات سهلة ممكن انت بتقول لا احنا اثنين رح نطبخ الطبخة فلانية ممكن انت اثنين تصيروا اخترتوا طبخات يعني يعطونا خبر بدري اذا كانوا يرغبون طريقة مشاهدين لا تنسون انكم ممكن تقترحون اسماء تبغونهم وهم يشاركون في سباق الطناجر ممتاز لا تيك تستبدل هذي بها عشان هذي يشوف الدعوة ممتاز 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 ويكونوا بنفس النعومة متل ما بتبدأ باولها بااخرها تحصل على هذي بأذو بس يارة خليكمل ايه خلاص انا بس ابلبها عشان انا بلقاشته لا لا خليه خليه هو يكمل يارة يارة ممتاز بس يعني اهم شي انا حريص على اسمعك حية لا ما تخاف بس اخلق اخلق لفس عشان ما ينزع شك ايوه عملي اتن مخطط عراس باينتن يلا ياتن شوف 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 شوي 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 ممتاز ممتاز يعني كاكاكاكاكا مبطلئ هذي روعة ممتاز ممتاز جاسلام تسرع انا أجّي هذي الرسالة لأم كان مظاهر خلو يطبخ في البيت فرمة واحدة حلو ما شاء الله يستعمل فرطوش بعد ويبدأنا توبيخ طبعا الان انا بغى نطلع فاصل عشان الورطة اوراق الكزبرة والبقدونس متشابهة الى حد كبير لكن اوراق الكزبرة تتميز برائحة قوية وتستخدم قديما وحديثا لاضافة نكهتها القوية الى العديد من انواع الاطعمة المختلفة فهي ذائعة الصيت منذ اكثر من الفي عام قبل الميلاد وقد عثر علماء الاثار في مصر على سلتين من بذور الكزبرة في مقبرة توت عن خامون اذ انها كانت تقدم كهدايا في المقابر الفرعونية وقد ذكر المؤرخ الروماني بيليني ان افضل انواع الكزبرة هي التي اتت الى روما وكانت اصلا من مصر وقد ذكرت الكزبرة في بردية ايبرس 17 مرة وفي بردية هيرست وهو دليل كاف على اهمية الكزبرة من الناحية العلاجية وصلت الكزبرة الى الصين اثناء حكم سلالة هان عام 202 قبل الميلاد ثم انتقلت الى امريكا من خلال الاستيطان البريطاني عام 1670 وكانت من المزروعات الهامة التي نقلها البريطانيون الى امريكا كشف الطب القديم في الحضارة الفرعونية عن اسرار الكزبرة ونسبوا اليها خاصية طرد الديدان والغازات من الامعاء ووصفت لعلاج مواضع الكسور وكمسكنا لحالات الالتهاب كما ان العديد من الاطباء عبر التاريخ كتبوا عن فوائدها وقال ابو قراط ان في الكزبرة حرارة وبرودة وهي تزيل روائح البصل والثوم اذا مضغت رطبة ويابسة وقال ابو بكر الرازي ان الكزبرة نافعة ضد حالات التبول مرات كثيرة وتقطير البول والاصابة بالبرد وعلاج حموضة المعدة وقال ابن سينا ان الكزبرة تنفع الاورام الحارة مضافا اليها الخلى ودهن الورد او العسل وقال ابن البيطار ان الكزبرة تساعد المعدة على الهضم وتذر بمريض الربو وقال داود الانطاكي الكزبرة اجودها الحديث الضارب الى الصفرة وهي تحبس القيئة وتمنع العطش والقروحة والحكا ومزجها بالسكر يشهي ويمنع التخمة ويقو القلب ويمنع الخفقان ومع اليانسون تقوي المعدة وتسقط الديدان اثبتت الدراسات الحديثة ان الكزبرة تحتوي على مكونات فعالة فهي تضم مجموعة هامة من الزيوت الطيارة من اهم مركباتها اللبنالول واليورانيول ويارا سايمان والكفور والجيرانيول والليمونين والفاباينين كما تحتوي على زيوت دهنية وكومارينات وفلافونيدات وفثليدات وتضم مجموعة هامة من الاملاح المعدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم والماجنيسيوم والحديد وفيتامين جيم والكزبرة ملطف جيد للمعدة والامعاء وتسكن الام الطرابات المعدة كما انها طاردة للغازات وتهدئ الاعصاب ومضادة للارق اذا اكلت قبل النوم وتهدئ القولون العصبي وتوصف ايضا كمهدئ جنسي عكس ذلك فهي تنشط خلايا البنكرياس وتحفز افراز الانسولين وتكون بذلك مضادة لزيادة السكر في الدم وتنشط خلايا الكبد وتقيه من السرطان لما تحتويه من مواد مضادة للاكسدة وتنظم من سرعة خفقان القلب وتقلل ضغط الدم المرتفع وتستخدم كثيرا في حالات التهاب المرارة وحص المرارة لان لها تأثيرا قويا على تفتيت حصات المرارة سيفعت موسيقى 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 أبو كريم موسيقى 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 نحطها في الفرن نحمي الفرن تقريبا لا تتحمل لا تتحمل لا تتحمل وتدماسك الآن بدأ يقلب بدأ يرتعش خايف نضيف البصل بعض الأحيان منلقي كور البصل الصغير وبعض الأحيان مناخد لب البصل من الداخل ومستعمل نحن نضيف هذا البصل لفوق كامل كور اللحم يجلبها يجلبها شوية وبعد قطيها نضيف لها تقريبا ما يعادل ربع كوب من السنوبر الله أكبر حطوا كلهم هلأي الوصاني السنوبر هذا مفيد خليلي شوية انتو رفاء الرز حلو حلو لأن هذا موضوع البيئدوث انتهينا منه ممتاز انتهينا منه يعني فيه نقول يعني تقريبا نغطي نشيل هذا من الطريق ونبدأ نطبئ التابولة اللي هي شبه الجهز لا أحب الطماطم تفرمها ولا خليه خلاص بكفه اللي تشوف ممكن ما يجي فاصل عطيني بعد مشكلة عطيني بعد مشكلة لا طماطم صحبه كمان طيب المهم نحن نحن نفرمين هون الطماطم كذلك نفرمين البئدونس ما يكفي يعني نضوي الشباب ممتاز أنا جاهز نعم لان راح نضيف هيدا البصل المفرون كذلك هاي مكونة التابولة هي عبارة عن بئدونس النعنع فيها نعنع كنان راح نضيف لك شوية نعنع إضافة لفوق بئدونس التماطم البصل البرغن الأصمر عصير الليمون وزيت الزيتون بالإضافة للملح أما بكتعطيه نكهة مميزة ناخد إشر الليمون إشر الخارج السفرة ونفرمها ناعم لنصير ناعمة مثل البرغول كده ونضيفها للإشر نحن نحصلها تابولة مميزة راح نبدأ بتطبيق التابولة وننتقي لنعمل الرز بالشعيرية لنقدمها مع الدول البحشة اشريك انت تعمل الرز ها بتشعب هيا معروف احط الان الرز اقلب شوي نحن لنا رز بالشعيرية نحن لنا رز بالشعيرية نحن لنا رز بالشعيرية الآن هذي الشعيرية نحمرها بهذي السمنة نقلبها وهذي ملعقة هذي ملعقة نقلب الشعيرية اللي يصير لونها لها بغامل كده خيارة 24 Vairones نكرر اعزائي المشاهدين واحبابنا المتابعين اليوم احنا في حلقة سباق الطناجر نعم كل اسبوع راح نستطيف لكم شخصيتين ونسوي سباق الطناجر ذا معهم سباق الطناجر هي حلقة ضريفة خفيفة الاطباق ممكن تكون باختيار من شيفنا الكبير ابو كريم وممكن تكون من الشخصيتين اللي جايين بس يعطوننا خبر قبلها بوقت من الجمهور يعني من الجمهور وممكن من الاشخاص يختارونهم الجمهور وهكذا هذا البصل رايز زيتنا هنا هذا الزيت نحطه هون كله ايو كله هذا زيت زيتون شبت سيني تعبت ما شاء الله كيف تقول ما بيعرفين ها شك كب كب الزيت تيك كب الزيت فعبونه زبض يطمعه ابو كريم ماودك نزيد على هذا شوي اي نزيد عليه ربعان ما شاء الله زيت الزيتون فوائدة كبيرة جدا لابو نعم من فوائد ايضا زيت الزيتون انه يساعد على حرق كمسترول اقبال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في موضوع زيت الزيتون انه شجرة مباركة نعم يعني وفي خي يعني في فاية خوايد كتيرة ممتاز خلنا اخذ ايش حطينا فلفل ابيض رشة 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 فلفل ابيض ومشت تعال اذا فيك تجبلهم تمزجهم مع بعض تجبلهم فلعكتين فيك تستعمل هايدي الطريقة اذا بدك كده 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 اللي هي تمشيك معاعتين مع بعض وتقلبهم كده المؤبلات هون تحشهية مع هيد دول باشا طبعا التبولة هي أكلة لبنانية اينا اينا أكلة لبنانية طيب بالنسبة لها هل متخصصة اضافات محددة يعني مثلا في بعضهم يقول لك في تبولة نوع هاي يكون عليها كده او عليها مثلا مافي لاحظة تبولة كمكونة اساسية ما تعرف علي هي هايدي انما طبعا النسب البئدونس مع النعن أو الطماطي اللي لازم المجروزة الآن الآن نشوف لهم طماطيم شوي بارزة ما لازم تكون طماطيم بارزة ونضفر بهاي الحال القليل نبعدونس ونستمر بخلط أو مسج هايدي التبولة متاز كيف ما يحتاج ما يحتاج ريح بدوخت ما يحتاج أنا بصراحة أنا بصراحة تحمس مع الموضوع التبولة ان شاء ما يحتاج تل مجبنك أنا حبي تخص من برات تضبط لكيها وهاي دي بحضت سيد تفتح النفس يا السلام يا السلام سيل ترى تعبتنا في التبول انت مطيف طبح زهلا تعبت؟ اي نعم ان شاء الله انا حاجز اني بعد شوي هتعب في الاكل انا اكثر واحد يتعب شوف اطبال شوف اني أنا تعبت فيه شوف 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 ما شاء الله يعني البتاء شهيل المجوهرات صار ذهبي شوف طبعا أنا شفت شاء صالبت المعاقتين دي لابح مفسيتي هاي غلق سيد يعني متعبا قبرة مدام موفي يدي اسبياد يعني لا مانع دام الواحد لابس قلاف زينه يتقلب بس هي لم ما يفغس الطماطم هم شي هلا اخي طيب اش رايك خليه عصير تبقو هلا يا حبيبي متفضل ما شاء الله حلو نربط لك الخساس كيف هذي مضبوط ما يحتاج شوفه كيف ندوم لازم ندوم هاي دار كريم هلي هو يقطع البصل يقطع لأ أنا أقطع واحدة أقطع حبها من من الخس رهيب ما شاء الله والله ما يحتاج رواتح شهية هادي الواحد يبدوك مرتين عشان تأكد صح اي صح صح لا تقول لي صح لا ما تجيب زمان صح هنجي كيف هاي بدأ الحمد لله صعب نزيب لك الرزات اي الخس هذا بنحطه عليها ولا الخس هنسوي كده كذين شوف سهل امسك حبة الخس كده ورقة الخس حلو واقطعها بهذه الطريقة كده ومن هنا كده نحصل على شكل هذا الورق الخس وبعدين منرس ورق الخس هذا بطبق ومنوزح هادي كده حيث نشكشك هاكده بعد ما نمسح الزائر نشكشك هاكده ابو كريم نجيب الرز يلا نجيب لك الرز ينو هذا مرة تحمر كويس شوف شوف يا أخبار شوف 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 يا الله شوف شوف سهل هذا المو دهب هذا النحاس ايو ما عليك شو سهل ايو اقلب فيهم مضبوط مضبوط مية بالمية هادي مناديل هادي مناديل نضبط تسرق حبيبنا تسرق ايوة ما شاء الله ما شاء الله خي شوف فحة المضبوط طعمة التحميل تسرق ملح ملح على كيفك الملح الآن حط ملح على كيفك طيب صوي هذي بهر نفس الطريقة طيب الشر حي حي حطينا ملح هذا على كيفي بمتاز هذا ملح هي كذا أستاذنا ايوة مضبوط ايوة كذا شوف احط شي ثاني يا أبو كريم شوف ما أجملك تسلم ايوة حط ملععتين تسلم من هيدا الكريم بالله لا تمدحني عندي سهل عشان ما يغار باك ايوة ما شاء الله كذلك شوف من الاحتراف أنا صرت أزيين الطبق تبعي ما شاء الله شايف شايف كيف ما شاء الله ههي قطع من الاحتراف ههي قطع من الاحتراف ها خليها جوه ايوة هذي قطعها متلاصقة يعني يعني داير مدار كذا هذا الليمون كذلك ورشة ثقر ليمون ورشة ثقر مع الرز حيعطينا رز مميز جربها وشوف طيب أستاذنا أبو كريم الآن نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل لأن شاء لدينا السيدة وكتاد مشاهدة هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوي مطاعم ماريس التفرد بالطعم والمكان أذن فبصوتك قد راق الكون فأطرق إطراق ليردد خلفك تكبير قبل غصباه الآفاق بإمزانة بلال يأتيكم اليوم اهلا وسهلا حياكم الله بعد هذا الفاصل ويعني أو شي نطمئن أبو كريم البرغل ما حطيناه هل لا حطيناه هل لا حطيناه هذي شغلتنا لا تتدخل بيها لا حظا شوفوا منتظرك صراحة يا قبار يعني أنا ما توقعت هذي القدرات العظيمة لازم دوغي لازم دوغي لازم دوغي لازم دوغي عطيني لا 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 أنا أذوقي أنا أذوقي يا أخي شدي كنت سهيل هذا ما شاء الله سطحة هذا هو أذوقي حبيب غالا سطحة مو ملعقة ما شاء الله صراحة وما يبداع تسلم سهيل الله يعين بذوق أنا ما يحتاجي ما أغغى ذوق طبخ السهيل عارفنا مستشفيات بعيدة من هنا الله يعين فما يحتاج كده خليه أغلب الرز قرب لا زما يقلب نخفف عليه بدأ 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 البتاعي يبتع يعني لا لا تو بسه لسه عاز منرفع أوكي حلو الآن إشرايك هليه أنا وياك نعمل بحمد الطماطم هذي حركي يلا يلا خذنا نشيل هذ الخس ونستعمله للفتوش ونستعمله للسلطة ونستعمله لأي شيء لأنه بالنهاية نحن عملت عامة مع النعمة هذا كله يصلح نخليه على جنب الله عزيزك خير نقهر يعني طبعا نعيد يا عسان المتشاهدين إنه حلقة التناجر إن شاء الله لأسبوع القادم في مفاجأة على فكرة أنا جاي بضيفين يا قبال ومعن إزال الله خير يعني مختار لنا ضيفين في الحموك موك ثنين شباب حلوين رح بأسبوع اللي بعده أيضا فيه نبغاكم أنتو تشاركون نبغاكم أنتو تقترحون نبغاكم أنتو تجوننا وتحدوننا شبابنا إذا فنين كده تحدون بعض دائما في الطبخ وكده يجون هنا يورون أبدعاتهم فيه فيه ثنين توأم توأم رح نجيبهم نعم مفاجأة كاف قطعنا حبة الطماطم على أربعة متاز صح؟ حلو بعد هذي المرحلة هلح شيء هذا الجزء الصغير هذا نعم ماشي وبعدين منفرغ حبة الطماطم وبنهذا نعصرها بنعملها مع الطبخ بندخلها بالصلطة بنخليها بالصلطة هذي نفسها ايه لكن أنا مش هتلحقها أصير أي حل وبعد منفرغناها رح نقطع بهذا الشكل من هون ماشاء الله تبارك كذلك من هيدا الطرف تبع ليدك يا أستاذ نعم يا أبو كريم تعالي عين العبدال اللي هنا بعدين نقطع من جنب الخط الأول ماشاء الله الآن الثاني هتعملها أنت أيوه هذا الكلام هذا الكلام ينصر دينك أبو كريم رح رح وش نسوي الثاني هاش هتعملها أنت طيب شفيك حزن أنا متعظم كيف رح ريح شوف أطعناها كده صح ماشاء الله بعدين نفتحها بهذا الشكل هيدا الشكل هيدا الشكل هيدا الشكل هيدا الشكل هيدا الشكل هم منزين فيها ايش الله الطبق الطبولة يا السلام لما نعمل أربع قطع من هيدا وحدي هون بمضيف شكل جميل خلي خلي شوف كيف بسم الله نبدأ عاديك سكين تعاني عاديك سكين تعاني لا لا أتعلم عليها ما عندكم شكل شيل الجلافز عشان تمسك كويس ايوان الجلافز بها الحالة بيعيق شفت 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 اني بام ماذا تراش هل تبع الأول على الجلافز إننا مشيل هذا الجزء اللي هو لا يؤقل هذا الجزء هذا سهلا هذا نحتاج نحركه كل شوي صحي هذا يعني زال كثيف الصلصة عشاء الله ماشين صح ماشين مصبوط ماشين صح نعم الحمد لله وحنا كذلك نعليلها شوي لكي ترتعش ليطلعوا مع بع برغلو فيه رز مش عريق رزها التانية جاهز هايوه هايوه هنا سوينا من هنا ما فرغناها نرسه سكين كده من تحت من تحت هذا بحيث اللب تزيله ها 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 زلنا اللب إلنا استعملنا شيء داني صحنا على قشرة التماضيح حرر يا سلام متاز قبال شوف ممتاز يا سلام سيلا تركزوا في صحنك الله سيلا ها 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 ما تقعد تتبحت به عندما شيفة اخوص اخوة لحظة يخوة انا احب اتقن ها حطينا الثانية جنبها هذي كيف احنا اتفاصل رايح رايح الان نجي هذي كده من هنا ايو ايو نسيت كيف من انت سهيلة شارك انا هذي احبي الطماطي ونت اشتغل فيها ايوة انا مشغول ايوة سهلة مرة سهلة 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 والله رايحة الرز مش عري يا ابو كريم رايحة طيبة واصلة هنا يعني احيان الواحد يحسب التبولة سهلة تبولة ما بسهلة يعني ما بسهلة تبولة يا رجال انا سويتك هنا بشكل يمكن اول مرة تشوه بحياتك شو كيف يا استاذنا نشوف هذا الشكل راح يخليك هولا حلو يخليك نشوف يا السلام خلانها على متلت يعني انت غاسل ايدك من الرامة اللي مع قبالك لا لا طيب حلو شوف ايش اللي طارع متحد ايش اللي طارع متحد ايش اللي طارع متحد سوف نضفنا ملعقتين كريم ملعقتين خليني انا غظ ما يعادي الملعقتين باس 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 ايش اللي ما شفت بهذه حلقة بوكرة اشتراك نعمل لك نوع من المعكرونات اللي هي اسمها بيني ارابياتا نوع من المعكرونا فيها الزيتون وفيها الزعطة فيها الروزماري فيها اكلة رهيب والله حلوي والله فاضي اشتراك اشتراك عائلة اشتراك نعمل لك اشتراك نعمل كثيره اشتراك اشتراك نعمل لك دقيقتين طيب كده مضبوط كده ما يحتاج ايش رأيك بحط حاجة حبة ليموك كده سهلة 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 حبة برتقال كمان برتقالة يلا الله ابدع بصراحة ان شاء الله عجبتك ابدع صحتين وعافية ما شاء الله ما شاء الله تسوي زي كده انت شو سوي؟ انت تسوي زي كده اتحدى كده تعال عندي في البيت لما سوت لك زي هذا يعسوني تبولة اتقال جمالك مقطع انت تقطع ايوه ما شاء الله حركات مميزة صراحة انا صراحة فتنتم تبولة عشان نشوفهم طبخي نرفع كده شوف 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 احنا هذا طبعا تبعنا ايوه هذا طبق تبعي تبولة تبعي اقولوا ما شاء الله تبارك الله انا اعازمكم يا ضيوفنا الكرام المشاهدين انكم تتفضلون معنا خبي هذه اللي فغصة لان السيلة شغلنا يعني فكذا احنا جاهزين وان شاء الله تكون شيء لذيذو عليكم بالعافية اقبالي شوف شوف هذا الطبق اللي انا مسويه شوف بص هنا بص هنا نكمل حلقة وباقي ما خلص الحمدلله هذا التمييز شوف يا جماعة شوفوا شوف شوف بصرع 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 ابو كريم نحط الرز هنا نسكب هذا طبق الرز يا سلام عطيني ايا وهذه ملعقة ملعقة تنغرب شوف ش Θالس هذا الرز يا باقي تحركوا ان هذا معمول قبل الوقت انا لا تقبل احنا يعني سهلة انت مجاة زلاحة رقدة شوفت الفرق بيني بينك يا استادي انا بنفسي سويت التابول اللي انت بتكمنى هذا من قبل عشان تعرف الفرق تعرف بش معنى اسباق الضناني انت بتقنعني انك دري سويت التابول مينة شوف كيف الصحنة شاء يطلع على شكل قلب شفت كيف؟ ايه 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 طيب وين الباقي بصدر ابن حلال كذا بس كيف كذا هنا ابو كريم اذا ابو كريم شف انا باكين اذا عجبنا انا باستطيع الى طريقة تانية ايوا طحت من عينك انا عانش ايو طينا كده بعد ايش عانساوي هنقلبه هنقلبه شايف الخبرة سيلا انت ما تعرف شي طيب التبوله نقلبها وين عبلي هذا انت عبلي هذا انا نقول قلبت هذا شيل شيل هكو با شيل هذي 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 لا لا ما يدخل افا افا شوي 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 اقبال الوقت شمات الطناجل هذا خلص انتر بايز اعترف الحمدلله سمعتها استاذ اشرف اشرف من هنا الحكم المحكم عشان هو ابو كريم من زينوب كم باقي معنا وقت وقت طلعته الباكستاني وقت انتهى الوقت خلص ما يحتاج طبق السهيل كلابو يش راك نخط شوية شفت شف صحيح هذي انا نمسويها اسهيل هم قطعها ايوه طيب اعزائي المشاهدين كان هذا هو السباق الطناجر بيني وبين اسهيل اسهيل بسراحة نبغى بسرعة تحكم بيني وبين اسهيل اتمنى فيكم البركة ولكم المستعبه استنى استنى والاكثر تمييز يا حيبنا شوف المنظر شوفوا جمهور حيحكم الجمهور هو اللي حيحكم ها ها حطه هنا حطه هنا شوفت فاحنا نشوف اه نقول لكم اعزائي المشاهدين بالصحة والعافية عليكم وهيدا هو اه هذي حلقتنا وهذي السباق وهذا سباق الطناجر نحييكم في حلقات قادمة ايضا من سباق الطناجر راح تشوفون اشياء جميلة وكل يوم عندنا شيء جديد بوجود الاستاذ الكبير والشيف الجميل الشيف فوزي والشيف الجميل والاستاذ الكبير الشيف اللي اهلا وسهلا فيكم ونشوفكم على خيض نترككم برعاية اللي واحدة السلام عليكم السلام عليكم اهلا 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة